في هذا المثال رح أشرح في الدرس الخامس رح أشرح عن كيفية استعمال الميثود كيف نعمل الميثود داخل الكنترولر هابل هعمل الميثود داخل السكند كنترولر هنعمل كالتالي حتى نعمل أي ميثود داخل كنترولر نحتاج أنه نتعامل مع شيء اسمه سكوب كنت شرحت عنه في المرة الماضية فهنعمل كالتالي سكوب. حسميها reverse reverse message equal هنخليها تساوي function الفنكشن هتاخد message داخل الفنكشن هنعمل كالتالي return message المسيج اللي احنا بعتناها داخل كبرامتر dot split split هنفصل عن طريق الفراغ dot reverse هنعمل كمان dot join هنربط عن طريق الفراغ ايضا هنعمل هدا هو بالنسبة ل بالنسبة ل الفنكشن او المثل اللي عملناها لكن هنستعملها داخل second controller في حال دخل على second controller هتستعمل بالطريقة التالية هنضيف احنا داخل second controller هنضيف اه اه input اه اه يساوي text هنعطي ng model يساوي اه هنسمي data dot message هنسمي data dot message sorry 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 يساوي oops data dot message وكمان هنعمل كالتالي هنظهر داخل ال H1 هنعمل H1 صغير H1 اه داخل ال H1 هنظهر ال data dot message لكن ك reverse data هنظهرها في البداية ك data dot message بشكل طبيعي ثم هنظهرها في H2 اخر ك data message لكن ضمن function معينة مثود معينة احنا عملناها reverse message هنبعث له data dot message حتى يتعامل معها وحتى يرسل لنا النتيجة فابعتقد انه ما بكون عندي اخطاء داخل ال function داخل view فانا لو بعثت عسابين مثل hello ما طبع لاحظوا انه ما طبع reverse message على ما اعتقد انه فيها مشكلة reverse رس اه اسا sorry reverse message حاليا نتعرف عليها فلو شغلنا مرة ثانية في second view ايضا اعطاني مشكلة على reverse message نرجع للMain.js ونلاحظ ان اسمها ReverseMessage فلو رجعنا هنا وبدلنا اسمها ReverseMessage ورجعنا للCode حلعت في مشكلة حتا اجد المشكلة حلاحظ ان احنا بعثنا نفس Second Controller لنفس الPage فانه رح يتعامل مع خلونا نعمل كالتالي حاليا رح اعمل Scope ReverseMessage بتاخد كالتالي وبترجع كالتالي يمكن تكون المشكلة من استعمال فانكشن معين داخل داخل الميثود لو وضعنا Hello ايضا ما تعرف عليها لو اعملنا احنا ReverseMessage يساوي ReverseMessage يساوي Function بعثنا عن Message وReturnMessage.Split .ReturnMessage.Split .Reverse اتوقع ما في مشكلة بالReverse لكن اتجرب لا ما في مشكلة بالReverse داخل الميثود ها ارجع لكم سوري سوري كان في مشكلة في استعمال dollar scope سوري .Split 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 ,Split المترجم للقناة